النادي الاهلي كله كلعيبة قدوا بشكل جيد جدا يعني من مصطفى شو بيوت لما لقى ابن المباره الاولى طبعا ربنا وفقه بسم الله ما شاء الله جون حارس جيد جدا الناس كتير هكت خايفة ولكن مصطفى اثبت كتمركز اوي اعطاك انت كمان كنت خايف متشالان اصداد محمد شناوي مش موجود لا اصداد عارف مصطفى كويس اعرف مصطفى وعارف شخصيا يعني طبعا اعرفه كمهاء يعني حارس جيد ولكن السمات الشخصية بتاعته اللي تقدر توقفه في مطش النهائي ما يتهزش انا عارفه كويس اعرف شخصيته اللي هو مصطفى من صغره قائد من صغره عنده صغف نفسه يعني يعرف واقف صح يعني ما فيش عاجة يتهزه صح يعني كلام بتاع لا مصطفى خالص صح فده كان اختيار طبعا جيد من الجهاز الفني لتعويض محمد الشنة صحيح فده حاجة طبعا نجاح شال كورتين كنت خرجت بره بطولة محمد عبد المنعم طبعا مش عشان الهدف من احسن مساكين ممكن في مصر وافريقيا وابتدى ينضج طبعا فيه اخطاء صغيرة اخطاء بره الملعب اللي هي اللي انت بتتنفس قوي بكتير مجدود كان عنده سخة زيادة قوي في كور بتاع بتدى يصلح مرة الزهاب تحديدا كان فيه ما الحاجات دي الحاجات دي مع الوقت خبرة خبرة طبعا فهو ابتدى ينضج بشكل كبير جدا مع الامكانات العالية اللي عنده في الكورر السابت بيقوم بيطلع بها بشكل كويس عنده القوة والسرع ويعني عنده بناء الهجمة من تحت كورته كويسة هاني تدى يرجع مع كورر بشكل تاني برضو برستاو 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 هقوله بشكل واضح مش هكيس الراجل بقى كوالي تلوقتي لعب اوروبي يعني عند الحلول الهجومية عندي برستاو وعند حسين الشحات واكتر عندي برستاو اللي هو بيسجل وبيصنع هداف حسين الشحات راجع برضو مع كورر بشكل مختلف يعني ينضج بقى ويقف عالكورة وحل له الفردي واخد دخوله داخل الملعب وبره الملعب ويكمل راس حربة تاني عاوضة كهربا لا كهربا راجع مليش دعو بالمشاكل طبعا اللي هي دعو بالملعب كهربا بيقدي بشكل كويس جدا كهربا مش راس حربة تسعة كهربا راس حربة المتحرك اللي بيشتغل في المساحيات زي محمد شريف بيسجل كل مطش بيصنع كل مطش يعني حاجة رائعة طبعا من كهربا عودته بعد فترة الأخاف والحاجات دي بيقدي بشكل كويس ومع كولر ده أرجع ده كلام ده كله رازمه أديله حقه المدرب المدرب هو اللي بيفوء اللعيد